اشتركوا في القناة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري متابعي تقص العرب في الأردن أهلا بكم نهار اليوم الاثتين ارتفعت درجات الحرارة قليلا مقارنة بيوم أمس الأحد مع بقائها عفوا أقل إلى حول معدلاتها الشهرية وان شاء الله نهار غد راح تكون الأجواء أيضا صيفية معتدلة ودرجات الحرارة حول معدلاتها الشهرية في ساعات الليل وخصوصا في ساعات الليل المتأخرة تكون درجات الحرارة أقل من معدلاتها والأجواء مائلة للبرود بالبداية المستعرض وإياكم صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة في الصباح الباكر من هذا اليوم توضح طبعا خلوم سماء المملكة من أي صحب أوغيوم انتقالا إلى خراءة توزيع درجات الحرارة من يوم الاثنين وحتى يوم الأربعاء بنلاحظ أجواء صيفية معتدلة طبعا تستمر هذه الأجواء الصيفية المعتدلة باستيطرة على عموم مناطق المملكة يوم الثلاثاء أيضا درجات حرارة أقل من معدلاتها إلى حول معدلاتها الشهرية يوم الأربعاء كذلك الحال أجواء صيفية معتدلة في ساعات النهار أما في ساعات الليل تكون الأجواء مائلة للبرودة وطبعا يتطلب ارتداء معدلاتها فيه خصوصا في الساعات المتأخرة من الليل انتقالا إلى درجات الحرارة المتوقعة في العاصمة عمالي هذه الليلة بتسجل 17 مئوية مع أجواء غالبا صافية كذلك الحالة الملموسة واتفاع في نسبة الرضوبة بتسجل 83% وسرعة الرياح 11 كم في الساعة أما عن درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله لثلاثة أيام القادمين في العاصمة عمالي يوم الثلاثاء بتسجل 27 مع أجواء غالبا صافية ليلا 17 يوم الأربعاء 29 درجة مئوية وليلا 22 ويوم الخمي 29 درجة مئوية نهارا بتنخفض ليلا إلى 17 درجة مئوية أما عن درجات الحرارة المتوقعة إن شاء الله لنهار غد الثلاثاء في عموم المناطق نبدأها شمالا مع إربت بتسجل عفوا 27 نهارا مع غيوم متفرقة 17 ليلا المفرق 30 نهارا 17 ليلا وجرش بين 29 و18 وعجلون بين 26 و16 وغيوم متفرقة وأجواء صافية معتدلة إن شاء الله انتقالا إلى المناطق الوسطى مع العاصمة عمان 27-17 كذلك الحال البلقاء الزرقاء 30 نهارا 19 ليلا وماده بين 28 و18 البحر الميت أجواء حارة نسبيا من 34 نهارا و26 درجة مئوية وأجواء غائمة جزئية بإذن الله ننتقل إلى المناطق الجنوبية مع الكرك بتسجل 27 نهارا 17 ليلا كذلك الحال الطفيلة الشوبك 23 نهارا 16 ليلا ومعان بين 32 و18 وغيوم متفرقة والعقبة أجواء حارة نسبيا 36 إن شاء الله نهارا وبتنخفض ليلا إلى 25 درجة مئوية بإذن الله انتقالا إلى المناطق الشرقية كل نرويشد الصفاوي والأزرق دلاجات حرارة متقاربة بتسجل نهارا تقريبا 34 وبتنخفض ليلا إلى 19 درجة مئوية واحتمالي لنشاط في هبوب الرياح المثيرة لأتربة والغبار متابعينا إلى هنا انتهت النشرة إلى اللقاء النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية بنك الاتحاد شكل مستقبلك المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة